يتحدث البعض عن أن الصوفية معنية يعني كثيرا بالخوارق بخوارق العادات على الرغم من أنه يعني في عموم الخلق وعموم المسلمين وعموم المؤمنين نحن نعرف طريق الله سبحانه وتعالى بالشريعة الإسلامية القرآن والسنة فلا حاجة لنا لأن نبحث عن خوارق العادات أو الكرامات أو الفتوح أو أشياء من هذا القبيل فيتسألون لماذا تعنى الصوفية بخوارق العادات أو ينشغل بها المتصوف كثيرا لا ينشغل المتصوف ولو انشغل بها لكان جاهلا اللي حصل أن الكرامة أقرها أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى يوم الناس هذا واللي حصل أيضا أن هناك مجموعة من القصات القلوب الأقرب إلى المادية الذين يريدون أن ينكروا خوارق العادات يقوم لهم الصوف ويتعرض لهم لأ خوارق العادات من عقيدة أهل السنة والجماعة والكرامات كل كرامة اللي وليه فهي معجزة لنبيه ويبدأوا إقرارا للعقيدة لكنهم لا يشغلون أنفسهم لا بكرامات ولا ينتظرونها ولا يجعلونها حتى جزءا من برنامج التربية برنامج التربية عندهم مبني على برنامج الذكر وبرنامج الفكر والفكر على نوعين التأمل في كتاب الله المصطور وهو القرآن والتأمل في كتاب الله المنظور وهو الكون واضح جدا عندهم المنهج والتربية ليس فيها خوارق العادات خوارق العادات عوارد تلقى في طريق الإنسان فتأتي القاعدة ملتفت ولا يصل أوعى تلتفت لا بالرؤى ولا تعيش روحك فيها ولا بالإشراقات ولا بالحاجات الأشراقات دي هي نعم ككل سائر النعم وسائر النعم تستوجب الشكر ربنا رزقني مال أو جاه أو سلطان أو علم أو شهرة أو جمال أو أي حاجة ومن وقت علم ومنها كمان المال ومنها الوالد ومنها ومنها طب كويس